البرنامج اليوم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في البيت كان برنامجاً رائعاً أولاً ما حد يشقول أنا مشغول ولا يتعلل بالمسؤوليات التي عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه من المسؤوليات والمهمات والملفات ما تعجز جبال الأرض عن تحمله ومع ذلك لم يبخس أهله حقهم أبداً وكان عنده قبض رسول الله وعنده تسع نسوة ولم يبخس رسول الله عليه الصلاة والسلام واحدة منهن أبداً حقها لدرجة أن لما توفي سيدنا إبراهيم ابنه السيدة ماريا القبطية المصرية كانت تبكي أمه كانت تبكي بكاء مرة وتقول له يا إبراهيم من يرضعك الآن يا إبراهيم من يلبسك الآن وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقف بجوار سيدة ماريا يطمئنها ويقول لها إن الله كساه سندساً من الجنة ويقول لها إن الله قد هيأ له مرضعة في الجنة ويطيب خاطرة ويبكي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر يقول له أتبكي يا رسول الله فبعد الواحد سيدنا علي فيقول له إنها الرحمة إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لله وإن إليه راجعون